منذ أكثر من أربعين سنة يعيش وليد خضر في منزله هذا منزل ورث إيجاره عن والديه يسكن فيه مع شقيقته ويدفعان بدلا للإيجار مليوني ليرة لبنانية في السنة بعد إقرار قانون الإيجارات الجديد تحزنه فكرة ترك بيت أمضى فيه كل حياته أنا عمري 65 سنة هلأ بتذكر عايش في البيت هنا ومع هذا يرى وليد أن مالكي البيوت يقع عليهم الظلم مثل المستأجرين القانون الذي أقره مجلس النواب منذ يومين ينص على زيادة تدريجية على الإيجارات القديمة حدد جدول زمني لنهاية العمل بأنون الأجرات القديمة وتانيا أنشأ صندوق لدعم كل المستأجرين يلي مش قادرين يدفعوا فرق الأجار يلي لح يستحق عليهم بموجب هذا العنون زيادة 15% من الفرق يلي بين البدل اللي كانوا يدفعوه سابقا وبدل المثل يلي هو البدل العادل اللي كان مفروض يندفع بالوقت الحاضر وبالسنة الخامسة والساتسة بيتم زيادة 20% بنفس الألية اللي شرحتها قبل ظلم كبير هكذا يصف المستأجرون القدامى القانون الجديد واعتراضا عليه قطعوا الطريق في وطن مصيتبي لبعض الوقت ودعوا إلى تحركات دفاعا عن عائلاتهم وإلى اعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل المجلس النيابي في نظرهم وكيل أصيل لمصالح كبار الملكين والشركات العقارية وأصحاب المصارف وتجار البناء مجددا إذن يصدر مجلس النواب قوانين لا يتماهى فيها مع تطلعات الشعب وهذه المرة هناك أغلبية من الفقراء والطبق الوسطى يخافون تشريدهم وتفريغ المدن منهم ويقررون رفع الصوت ترجمة نانسي قنقر